اشتركوا في القناة حيث هنا سنتكلم عن إجراء مذاولات الاختبار الكتابية والعملية حيث سنعرف الطريقة التي سيتم اختيار فيها الناجحين لجياز مباراة الشفوي حيث سيتم انتقاء الناجحين أو المتبارين بالنسبة لمباراة التعليم وأيضا الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وملحق الاقتصاد والإدارة بالترتيب طبيعي الحال حسب المعدلات المحصل عليها في الاختبارات الكتابية بالنسبة لكل مديرية إقليمية وكل تخصص هنا نتحدث عن أساسية التعليم التدائي وأيضا الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وملحق الاقتصاد والإدارة ما يعني أن ميزة البكالوريا وأيضا الإجازة يعني لن يكون لها أي تأثير في قبول المترشحين الذين سيجازوا الاختبارات الشفوية يعني سيتم فقط الاعتماد على نتيجة الاختبارات الكتابية حيث سيتم تحديد عدد قبول اجتياز الاختبارات الشفوية في حدود عدد المناصب المتبرفة مضروب في واحد ونصف بالنسبة لكل مديرية إقليمية مثلا نفح المديرية إقليمية بغيين مثلا 100 أستاذ يعني غير يعيطوا على 150 أستاذ طبيعا هذه فقط عطيناها عدد افتراضي مثلا طالبين فحل المديرية إقليمية هاي يعيطوا إلى 150 واحد إجتازوا المباراة الشفوية فباش في الأخر إعزلوا هذيك المياه اللي يبغيين وفي حالة وجود مترشحين في وضع التساوي في العتبة يحتفظ بهم جميع الإجتياز الاختبارات الشفوية مثلا نصوص ال140 ألقوا أنه من 140 حتى ال160 كلهم عندهم النفس يعني المعدل دونك يحتفظوا بركة 160 كاملة يعيطوا لها عوض ما يعيطوا غير على 150 هذا في حالة تساوي يعني هذك النقاط بالنسبة للمترشحين الأخيرين وفي الحالة التي يكون فيها عدد المناصب المخولة أقل من 15 منصبا يمكن الاحتفاظ للشياء الاختبارات الشفوية بعدد المناصب المتبارة بشأنها في اتنين إنه في حالة كان شي مدرية فيها أقل من 15 أو 15 وأقل يعني كيتم يعني أنهم يضربوا العدد في اتنين باش يتباروا في مباريات الشفوية يعني مثلا بغي نفح المدرية غير عشرة دي الناس أو عشرة دي الأساسي دا يعني كي يضربوا العدد في اتنين يعني كيعطوا العشرين واحد لغادي الدوز الشفوية وسيتم بطبيعة الحال دعوة ممتل عن كل مدرية إقليمية كعضو في لجن المداولات بالنسبة للناس ديال التخصص فتقريبا نفسها الأمر حيث سيتم ترتيب المترشحين على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حسب كل تخصص على حدة باعتماد المعدلات المحصلة عليها في الاختبارات الكتابية يعني يتم الاعتماد فقط على المعدلات المحصلة عليها في الاختبارات الكتابية إلا بالنسبة للناس ديال التخصص التربية البدنية سيتم أيضا الاعتماد على إضافة إلى الاختبارات الكتابية وأيضا على العملية حيث سيتم أيضا تحديد عتبة القبول لسياز الاختبارات الشفوية في حدود عدد المناصب المتبارة في شأنها مضروف في واحد ونصف كما أعطيت المثال للقبيلة مثلا طالبين مياه كاعة علامية وخمسين واحدة على سعيد الأكاديمية وليس المديرية وفي حالة وجود مترشحين في وضعية التساوي في العتبة يحتفظ بهم جميعا لإجتياز الاختبارات الشفاوية كما قلنا بالنسبة النازل الابتدائي والملحقين التربويين في الحالة التي يكون فيها عدد المناصب المخولة أقل من خمسة عشر منصبا يمكن الاحتفاظ لإجتياز الاختبارات الشفاوية بعدد المناصب المتبارة بشأنها في اتنان طبيعا الحال إذا كان عدد المناصب أقل من خمسة عشر خصوصا نزيل الملحقين التربويين فتيتم يعني نداء على ضعف العدد مثلا طالبين عشر رغت يعيطوا على عشرين طالبين تلطاشر رغت يعيطوا على ستة عشرين واحد يدوزو الشفاوي مش هزورك العشر ولا تلطاشر تعيين ممثل عن لجان التصحيح بالنسبة لكل تخصص عضوا في لجان المذاولات ويجدر التذكير بأن مذاولات الاختبارات الكتابية ستجرى يوم أحد 19 دجانبر 2021 بحضور لجان المذاولات وتقبلوا أزكى التحيات وسلام وهو بتوقيع عن الوزير وبتفويل منه من السيد محمد أساسي المكلف بتدبير مجال الامتحانات والتقويم وأعيد وأذكر بأن المذاولات الخاصة بالاختبارات الكتابية ستجرى يوم اليوم يوم الأحد 19 دجانبر وسيتم فقط فيها الاعتماد على نتائج الاختبارات الكتابية اليوم بحضور لجان المذاولات كل التوفيق لكل المتراتحين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقرات الكتابية